السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلول الزكاء الاصطناعي. بالله عندنا في الزكاء الاصطناعي فيه تطبيقات منستخدم فيها زكاء الاصطناعي زي انترنت الاشياء. يعني انترنت الاشياء ان كل حاجة متوصلة بالانترنت. زي التلاجة الغسالة البلوتاجاز كل الحاجات دي جات تلاجة تقدر تتواصل مع السور ماركت وتشوف ايه الحاجات النقصة عندها وتشريه والحاجات دي كلها. وين تاخد القرارات من حاجات الزكاء صناعي ان هو يقدر ان هو ياخد قرار يشوف افضل حل ممكن وياخده. معالجة الوقت الطبيعية ان انا بتكلم قدامك وهوت وهو بقى بيحول الكلام دوت لحاكة مكتوبة ويبدأ ان هو يتعامل معها. بحيث مثلا زي كلنا تقريبا مفيش حد في بيستخدم النت غير لما لاحز الموضوع دوت ان هو مثلا ممكن يقول كلمة في الاعلان ظهر له رغم ان هو مكانش يفاتح مثلا فيسبوك او ما عملش تزيرش على الفيسبوك. لكن هو بطرق او باخرى بيقدر ان هو يحول الكلام حتى ويساجل الكلام حتى لو انت بشفاتح التطبيق مجرد ان انت رأي بس كده من المبال بتاعك. بل بالعكس هما دلوقتي يبدأ ايه? انت بالقاميرا كمان تقدر ان هو ياخد يشغل الكاميرا مغير ما تاخد بالك مغير ما النور ينور ان في الكاميرا شغالة ويعمل ترجمة لحركة شفاة اللغة الشفاة يبدأ يحولها لكلام مكتوب ويقدر ان هو ياخد معلومات بتفيده في ان هو يخصص اعلان او ان هو يمعنده بيك داتا او معلومات قوية يعني. معالجة الصور يعني في مرة مرة كنا بنفتح مجلة في الفين وخمسة فكانوا بيقولوا ان في تطبيق هيقدر ان هو لو في اي صور بش محترمة يقدر ان هو ييفشها. ازاي هييفشها? اكيد هو عنده قاعدة بيانات او عنده كل الصور او هو اللي بتصور الصور ديت. لا هو عنده نوع من المعالجة للصور بحيس ان هو يعرف نوع الصور ديت. ودي تجربة انا عملتها في فيديو تاني. اديته صور تمام? لي وانا معيه قهوة وصور تاني وانا معيهش قهوة وعرفته ان دي نو كافيه ودي كافيه. وبعد كده قلتول طيب هديك انا بقى صور جديد هتصور صور جدا ما صورتوش قبل كده. وانت عرف لي دي قهوة ولا بش قهوة انا بشرب قهوة لما بشربش قهوة. فهو بيبدأ يعالج الصور ويبدأ اكتشف لواحده هل دي فعلا كافيه ولا نو كافيه. تمام? ده برنامج انا جربت بمسكة سنايس. تمام? اسم البرنامج لوب. اللي او بي اي. ده فعلا بتدينه العلم من الصور وهو هيقدر يعمل معالجة. وفي الاخر لو ديت صور جديدة مثلا صور اسد و ارد فاقدر بعد فترة ان هو اكتشفها. موضوع مخطش مثلا ثلاث دقايق ولا حاجة. تمام? وعندنا عمل بيانات. عندنا كمية داتا رهيبة جدا فهو يقدر يعالجها. يعني عندك العربية اللي بتمشي في الشوارع دي. كمية الداتا اللي بتعالجها في الثانية الواحدة جيجا. جيجا كاملة بتعالجها في الثانية الواحدة. عشان اكتشف ان ده مثلا ده طريق ده الخط اللي مفروض ده مش عليه. ده انسان فلازم اقف. واخد قرار هل اخش يمين او اخش اشمال او ان انا اقف او ان دي مثلا حاجة ممكن اخبط فيها الحاجات دي كلها. منصات تطبيقية زكالي صناعي ممكن تشغل على جوجل كلاويد ممكن تشغل على ازهورة. دلوقتي المنصات بيتمفتاحة جدا يعني بالمئة. لغات البرمجة اللي ببرمج بيها البيسون. وده طبعا اقوى حاجة. يعني اي لغة ممكن تبرمج في الزكاة الصناعية اوه بس هتتعب اوه لان ممكن ما تلاقيش مكتبات فاضطر ان انت طبعا تبني مكتبات عشان تتعامل مع الزكاة الصناعي. انما البيسون المكتبات بتاعتها جاهزة. لغة الليزب. تمام? دي من اللغات القوية انا اتعملت معها مع الاتوليزب اللي كانت برمجة اللي تقيت. وفي بقى لغات زي البرولوج والسي بلاس بلاس والجافة. عندنا برضو استراتيجية التعلم فيه التعلم الآلي والتعلم العميك. طبعا فيه اكتر من كده بكتير لكن هم دول اللي هنركز عليهم الفترة ديت. التعلم الآلي جزء من الزكاة الصناعية. يعني الزكاة الصناعية ده بكل حاجة ان الالة تفقر ان الالة تستجيب واوة والحاجات دي كلها. التعلم الآلي ان هو يبدأ يتعلم من الاخطاء ومن المشاكل وان هو عنده قدرة ان هو يتعامل معه مشكلة ما يتعرضش لها قبل كده. التعلم العميك بيبقى فيه شبه كده من المخ البشري ان هو بقى فيه وصلات كتيرة جدا. انا نفسي ما عرفش الكرار اللي ياخده ايه. يعني انا بش محافظ القرار انا بخليه هو يتعامل يعني بديله المشكلة هو يبدأ ان هو يتعامل معه. فالتعلم العميك بالنتبالي كسندوق اسود. انا بش فاهم هياخد القرار بنانا عن ايه. فبيحتاج ايه ان يبقى الواحد اه مديلوكم مدة كبيرة جدا. مفعش تديلوكم مدة كبيرة جدا. لازم كمدة كبيرة جدا. على اساسها بيتطور نفسه بحيس ان هو يقدر ان هو ياخد القرار. طيب انواع زكاية الصناعة عندنا نوع اسمه الزكاية الصناعة الضيق ده اللي هو متخصص في مجال واحد مثلا هلعب شطرنجة وهلعب لابة معينة. بعد كده العام بيبقى فيه اكتر من حاجة بيقدر الشغف اكتر من حاجة. الفائق ده لسه ما اصنوهش ان هو يكون اسكه من العالبش. ده لسه ما اصنوهش. ممكن اصنوه برضو ان المشيل ليرنينج ببقى في حاجات سورفايز ليرنينج يعني بتديله كل صورة وقال له دي ايه دي ايه. زي ما شوف في كرة القهوة والشيء اللاهوة واللاق قهوة. بقول له ان ده قهوة. ده هنا لا ده هنا ما شوفش قهوة. بديله شوية صور. وكل ما بديله صور اكتر كل ما بيخطي قرار اكتر. انا تقريبا بديله ما يقرر مثلا من شكل 30 او 40 صورة بالقهوة و 30 او 40 صورة من غير قهوة. وبقدر يخطي القرار. ان سورفايز ليرنينج بديله معلومات كمية جربة جدا من الداتا وهو هيتعامل معاها. وده غالبا اللي بيحصل يعني الناس بتكرين الاولين هو اللي بيحصل كتير لأ. التاني هو اللي بيحصل كتير دلوقتي. الري انفورسمنت ليرنينج مقصود بيها ان هو بتعلم مع ناسه. بتعلم من الاخطاء. يعني مثلا عايزه يتعلم مثلا زي سوق عربية. فبديله العربية. طبعا مش بديله عربية حقيقية. ولي عامل حوادس لا على الكمبيوتر. ويقول له مثلا ان انت بطلوم منك مهمة كسا. وبش فهم هيعمل ايه. بيبدأ يتحرك. ويبدأ يجيله ايرور 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 زي ما اشوف بعض الفيديوهات. لحد ما هو من نفسه بيبدأ ان هو يتعلم. زي فيه جزرة وعصايا بتاع بيبدأ ان هو ايه? يتعلم مع ناسه. بيعمل عنه. زي لعبة كده ايAc vaca. وبيبدي ان هو ايه? في cringe time. يحصل. ايه بدأ ان هو هو ياخه قرار ويغلط ايخ قرار ويغلط الدرجة. في مرة مسلا من جارد نوع هيرور ركناة عربية. دي تقارير ما اخذت منه الى الف محاولة. ألف محاولة. لكن الالف محاولة دولة بش في الف يوم. ده كلها تيك تيك تيك. من مجارد نوع هيرور كنة عربية. لكن خلاص فيه من نواة ركلا العربية ناخد الكلام دوت ونحطه مع برنامج اخر يخلي الموضوع اقوى طيب التعلم الالة او التعلم الالي او الماشين ليرننج هو ده احد الفروق بتاعت الذكاءة اللي صناعة زي ما قلنا وهو مصود بيه ان هو هيبدأ يتعلم مع نفسه زي ما نشاف الفكرة بتاعته من زمان من سنة عرصة مات ساعة خمسين فهو عنده قدرة ان هو يحل البنات اللي جاي له وده نوع من انواع الذكاء اللي صناعة زي ما قلنا طيب ندخل بقى في التعلم العميك وفي مره مرات مثلا تعال نفتح الفيديوهات ديت عشان نشافه في مره مرات ادره صور خلب وصور ضب زئب لنفس شكل الكلب الناس بتختلف بينهم فهو قدر يحلل لهم بنسبة 100% صح فازاي هو اركز على الخلفية ما اركز على الكلب قدر شوف ان الكلب يعيش مع بيت فهو ده خلينا مثلا نشوف سيملي فيس تمام هو هنا هيعمل ايه؟ هو هنا بيبدأ يشوف كان فيه هنا دي اشخاص كل دول اشخاص فكل شخص وحده رائب منه هيبدأ ان هو ايه؟ يعمله مع بعض جروب تمام؟ وهنا برضو يعمله مع بعض جروب ممكن احنا نصغر المسافة المطلوب منهم شايف دي كده؟ كده يبقى ايه؟ ده جروب وده جروب وده جروب كل خمسة جروب انما نكترها تمام؟ هيبدأ يبقى كلهم يبقى جروب مع بعض يبقى جروب مع بعض بص ده بيمسك في الجنبي بيمسك في الجنبي اول ما يوقف يبدأ يجيب لهم تاني بحيث ان دي جروب تاني ده نوع من انواع الالجوريزم بحيث ان هو يبدأ يحلل ال data اللي موجودة عندي دي بقى زي ايه؟ زي مسلا ممكن اعدي له مسلا وش بين ايه ده مسلا فهو يبدأ يحلل ان دي مسلا الفم وده كزا وده كزا فلما يدي له صورة تانية يقدر يعرف هال الصورة دي متسمة ولا صورة ايه؟ هالصورة دي حزينة تمام؟ فهو كده حلالي الشكل ممكن لو غيرت القيم تيجي لك بشكل مختلف طيب ده بحث مهم جدا جدا في موضوع الزكاة العميكة هنا انا عندي فريقين فريق بيهرب وفريق بيقبض عليه فبنتسيب ده يجرب وده يجرب وده يجرب وده يجرب وده يجرب وده يجرب والزكاة الصناعية انا ما بدخلش اصناع التجربة مفيش اي حد بيدوس عليه ضرور لكن هم من نفسهم بتعلموا التجرب بتاعت بعض تمام؟ فاول مرة دول قبض عليهم ثاني مرة قالك طب ما احنا نسد في الحاجة تمام؟ بدأ اهربوا عليهم قبض على واحد تمام؟ اهو التجرب دي فضلت كتير جدا لحد ما هو الزكاة الصناع اكتشف حاجات المبرمج نفسه مكانش حدثها يعني اكتشف خطأ في البرنامج مكانش المبرمج نفسه عرفها احنا كده عندنا فريقين والفريقين عندهم زكاة الصناعية فهو فهم ان هو عشان الشرطة ما يجيلوش ان هو لازم يحط الحاجة تسد بحيس ان الشرطة متعرفش تدخل اهو اهو افقالها فدول مش عارفون ان يبضوا عليهم الشرطة بقى كزا مرة بتفشل انها تبضوا عليهم بعد كده تشف حاجة ان هو لو حط الجزء الماء اللي دوت هنا يقدر ان هو يقتحم عليهم المكان اللي هم قاعدين فيه بص بص الزكاء حطها وراح تلع قبض عليها تمام؟ فالتانيين برضو بدأوا يفهموا حاجات يعني بص اه خدت بالك البتاع اللي بيستسلقوا عشان يدخلوا لهم هو خدها اول حاجة عملها فهم التجربة اللي فاتت ان دي ممكن سبب الابض عليه فراح خدها وحطها جوه فالبيبوليس مبقاش قدي الابض عليه دي فكرة فكرة زكية ما كناش ماخدين بالنا منها وفي فكرة تانية برضو هم اقفشوها تمام؟ اكتشفوا ان اللي حطوا دي ما يداروش يحركوها يقفلوها فعملوها اقفل فالبوزش قادر ان هو ايه يدخل بيقفلوا عرفوا ان هو يقفل تمام؟ في فيديوها كتيرة بنفس الفكرة دي بس فكرة لزيزة يعني بس اقفل فاش عرفوا ان يقفضوا عليهم اه بص اكتشف الفرير اللي ازرق حتى مكانش البرمج عاملها ان هو لحط البتاعل بيزحل على ديت او بيطلع عليها وحطها بره على حدود اللعبة هيخرج ببره اللعبة خالص اخدها ورماها بره مكانش مكنش مكنش ببرمجين على فين انها دي ممكن تحصل فالزاكية الصناعي تخيل ان احنا عندنا جيشين وبنبدأ ان احنا نبرمج ده قدر يعمل حاجة مكنش موجودة في اللعبة ان هو يعرف النط تخيل ان فيه جيشين والاتنين واحد فيهم بيستم الزاكية الصناعي ويطلع افكار مكنش موجودة في خطط افكار مكنش موجودة قبل كده دي الـ Reinforcement Learning هو عايز يركن تمام اه هنا اثنين ثم اقوم باقي فباقي برمج وخلي بالك فيه حاسات وفي حاجات ايوه 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 طبعا كل غلطة تخصي منه درجات بحيث ان هو يتعلم ان هو يركن يطلع قدام وقا يرجع بظهره وده احسن ركنة من نسباله اللي عايز تدور عليها AI Learn to Park الذكاء الصناعي بيبتدي عشوائي بفهم اين المفروض ممكن يروح مكان تاني غلط ايه بيخسر نقط تمام فيارف ان الحركة دي من فاشل نت تتعيب بيركن في مكان تاني خالص اه بدأ ايه يركن صح بدأ ايه يركن صح خلاص تعلم هون تجربة كم كم تلتمائة وعشرة الف لكن في الاخر خلاص تعلم السواق دي دي فكرة الزكاء الاصطناعي ده مسلسل اللي شفته حطيت شوية افلاق مسلسلات كده عشان الناس ما بتزهقش مني ده فيلم مسلسل اسم بيرسون اوف انترست الرجل دوت اللبس نظارة بيبعمل ايه بس عبارة عن صدوق اسود اللي هو ديب ليرنينج التعلم العميق ان انا مش فهم اصلا ان هو بيعمل ايه ليه انا مديله مسلا ان هو يبدأ يشك مسلا ان هو بيرايب كل الطرق و بيرايب كل المكالمات و بيرايب كل حاجة و يبدأ ان هو يديني تنبيه ان فيه شخص معين هتسبب في حدثة او هو هيحصل له حدثة حدثة جنائية يعني هو بيش يشوف مثلا فيه حدثة لا فيه حد مخطط ان هو يعمل حدثة فينبيه فهو يتحرك قده مسلا يوم او يومين يحاول ينكذ الجريمة انها تحصل فديم الحاجات القوية انا مقدرش اقصق في الذكاء العميق ليه لانه هو ما بيقوليش خد القرار برناع عليه ما ممكن ياخد قرار بتدمير نص العلم لانه شايف ان ده صح او شايف ان فلان مثلا هيبقى وحش فان يروح من مويته فلازم اعرف هو خد القرار ده ليه انما هو ديب ليرنينج بيقولي القرار مغير ما هيقولي هو خد القرار ده برناع عليه زي ما شوفنا هو التعارف على الوجوه ويوجد موجودة في مطارات مثل مطار ابو ظهبي او دبي في الامارات يعني انه لو اي حد معدي وفي توطر هو زكال صناعي الاوتو ويقول لا ده فيه مطاطر زي ما نزوم فلو كده اللي ياخد القرار بقى للشورتي هل فعلا ده توطر بسبب السفر ولا توطر بسبب مخدراته وكده يبدأ يتعامل معي والسيارة كده الالية المشايل ليرنينج فيه داتا كتيرة فانا ببدأ ان انا اصنافهم واذبطهم والكمبيوتر يبدأ ان هو ياخدهم هنا لا انا بدي له كمية داتا كبيرة جدا في الديب ليرنينج لازم داتا كبيرة جدا لان ارداته قليلة بشي يقدر ان هو يتعامل معها هو يبدأ ان هو يتعامل معها في زي عصويات زي الخلايا البشرية يعني هنا كأنك انت بتلمس حاجة سطح حاجة فبتبدأ تعرف وتحلل ايه هي تعال نشوف الفيديو تهوت اه هنا مفروض ان نشوف السيارة تمشي اه كل السيارة تمشي غلط تمام كل واحدة فيهم بتبدأ تتعلم من التغرب بتاعت السابقة تمام بيبدأ يحل البيانات تهوت دي كلها زي خلايا العصبية اللي في جسم الانسان اه بدأ كل مرة بيبقى احسن من لابليها بس بدأ يمشوا في المسارة هو ما شاء الله تمام فانا عندي تعلم القلة فيه تعلم خطع الاشراف وتعلم خطع الاشراف انا بصنف الحاجة اللي نحضر عبارة عن ايه بيبدأ يشوف ويبدأ يحاول ان هو يستنتج القيمة اللي جاء بعد ايه التنبؤ يعني مثلا ايه اللي ارقام كان 2 3 4 5 فاكيد اللي جاء 6 7 وهكذا ده تبسيط للموضوع التعلم الخطع الاشراف بتديله معلومات هو يبدأ يجمعها الفرق بين التصنيف والتجميع ان هو اللي بيدور الخاصية المشتركة بينهم ده يعني صفرة ده يعني خضرة يعني انا ممكن ادي كل البيانات وهو يبدأ يشوف حاجة غريبة حاجة ما كنتش انا واخد بالي منها قبل كده زي مثلا ان المقاومة في العراق للاحتلال الامريكي كان بتبقى اقوى في الاماكن اللي مفهاش مكدونالدس لكن كانت ضعيفة في الاماكن اللي مفهاش مكدونالدس فنستنتج من دوت ان في احتلال ثقافي سبق الاحتلال العسكري ده مسائل مثلا كمية ده ما كانش الواحد يتخيل ان في ربط بينهم اهو انا بديله مثلا صور اسد وصور قطة هي كلب وقطة وفي تحليل كبير جدا للداتا دول بيبكتر جدا اكتر من الصف وبعد كده بيطلع للاودوت كل الحاجات دي موجودة جهزة اللي تقدر تطلع على شفرة تاعتها وتقدر انت تستخدمها عندك جهزة الموقع ده الموقع ده فيه حاجة كتير جدا الواحدة في 8 اقام ده مثلا الديبري انفورسمنت ان انا بديله لعبة ماريو وبقول له ايه تفضل يلعب من غير ما اشرح له اللعبة لعبة ازاي فهو بيجرب ويخسر ويخسر لحد ما يوصل الافضل لعبة ممكنة كان طفل نزل لعبة من على بيليستور وبدأ ان هو يجرب فيها دي هينفورس فاكرة العربيات لحد ما هو يقدر يلعبها الواحدة دي برضو ديوها الكمبيوتر يلعبها الواحدة دي برضو ديوها الكمبيوتر يلعبها الواحدة اللي عصير بتبدأ تحرك وكرة تخبط اول كمرة اللي نفسه بيخسر طب بخسر ليه لان خبط مرة في كرة فاكاسب فالك انا لازم كل مرة خبط في كرة في دي الالعاب لحد ما استنتج ان هو لو بطلح كرة فوق وعد تدرب فوق هتعود فترة كتيرة تكسب لحد ما يخلص اللعبة طيب كفية كده عشان ما ندولش عليكم